السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي كنت من الفيديو اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال ودائما وأبدا كنرحب بكم على قناة سعاد ديفي اليوم إن شاء الله بثلاثة ديال المكونات غادي نحضروا اقتراح رائع جدا واقتصادي فبسم الله وعلى بركة الله غادي ناخدوا حامض غادي نعصروا حتى نحصلوا على ربع كاس بالنسبة أنا عندي حامض أو للليمون البلدي يعني ليمونة وحدة ما شاء الله أعطتني ربع كاس ديال الحامض بالنسبة للحامض تستعملوا هذا اللي عملت أنا بلدي أولى الحامض تستخوا أي نوع ديال الحامض عندكم غادي ناخد نص سيطروا ديال الحليب الحليب العادي ديال الحانوت أنا إن شاء الله هننوريكم الحليب اللي استعملت نصيت ما وريتكم في الأول غادي نوضع لنص سيطروا ديال الحليب 3 ديال الفرماجات ثلاثين أولى جبن مربع اللي عندكم عملوا جوج أولى ثلاثة عندكم الإختيار غادي نوضعوا نص كاس ديال عفواً ربع كاس ديال الحامض على الجبن والحليب وغادي نطحن جيداً جيداً كإضافة ممكن نضيفوا السكر ممكن نضيفوا الفانيلا هكا بش يجي الياغورد ديالكم أو لهذا الاقتراح لدي جداً جداً عندكم الإختيار واش تضيفوه موليلا بالنسبة للحليب استعملت حليب عادي ديال الحانوت اللي كنجيبوه بسبعين ريال يعني مشي ضروري يكون حليب طبيعي أولا حليب كامل دسم يعني أي حليب عندكم تعملوه هنا غادي ناخد كؤوس غادي نوضع فيهم الخليط اللي تحننا جيداً كان حصلوه يعني بعد ما كنطحنو العصر الحامد مع الحليب والجبن كان حصلوه على واحد الخليط عاقد ومتماسك جيداً تمنى نلقاهم يكون ظاهر لكم غادي نغطيهم ونغطيهم مزيان بالسلفون وغادي نحطهم في تلاجة أخواتي كشوفوا الكاس صغير اللي عملت كان فضل أنا هاد ال هاد ال كشون قلكم هاد الياغورت أو هاد العصر نوضعوه في كؤوس اللي كيكونوا عندنو من نفس الحجم طلعين متساوين ما يكونوش بحل الكؤوس اللي عملت أنا مضيقين بعد ما خليتهم ليلى كاملة في تلاجة عندكم الاختيار ما بين جس ساعة فما فوق حتى ينعازل تصبح طبقة ديال العصر السحت وطبقة ديال الياغورت عاقدة وغادي نوريكم القوام قوام اللي عاقد قوام اللي متجانس تماما بحل ياغورت وهذا القوام دياله نتمنى يكون واضح لكم في الصورة قوام اللي رائع رائع جدا لما دا قبل ما نقول لكم أكيد بالنسبة للسكر والفاني كيبقوا اختيارين تعملوهم ولا الله بالحق أنا كنفضل تعملوهم قش هكا كيجي حليلو وكيعطي حتى النسمة ديال الفاني كيجي زوينا مع الحامض والحليب وبالنسبة للجمد ما كيجيش مداقو باين نهائيا كيجي تماما بحل يوغورت اللي كان اخدوه وبالنسبة علاش قطليكم ديروا كقوس اللي طالعين بنفس الحجم باش فيه ساكين هازن لنا العصر ديال الحامض لتحت واليوغورت كيطلع الفق بينما هاد الكقوس اللي مضيقين من التحت وواسعين من الفق كيتعطلونا ومن الاحسن من الاحسن نديروا كقوس عاديين أنا اول مرة ستعمل في هاد الكقوس جتني كقوس عادية كيبلينا الفرق ديال العاصر مع الحامض اكتر من هاد الكقوس هادو فهدا هو القوام ديال اليوغورت او لا عاصر او لا دانب هو واحد القوام اللي غادي اليوغورت وعاقد واحد المدق رائب حالدانب كنتمنى كنتمنى من كل قلبي تجربوا هاد الاقتراح وتردوا عليا حيث متأكد غادي يعجبكم وغادي يجيكم اقتصادي جدا كنتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية كنتمنى دائما دائما نكون عند حسن ضن ديالكم شكرا شكرا على حسن المتابعة شكرا على اللايكات ديالكم شكرا على التعليق الزوين اللي كتخلوا لي الله يجزيكم بخير الله يرحم لكم الوليدين دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله